ناقشها نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسية الوار روكن فرج سلمين البحساني الاثنين بمدينة المكلة مع عضو هيئة الرئاسة المتحدة الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثير على مستجدات الأوضاع بالساحة الجنوبية واستعرض اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية الحالية بالمنطقة وسبل تعزيز الجهود والتحركات التي تقوم بها ويقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي وكذا التحديات التي واجه المجلس في سعيه لتحقيق تطلعات شعب الجنوب وأعرب اللواء البحساني عن تقديره ودعمه لدور عضو هيئة الرئاسة المتحدثة الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي بتوطيذ العلاقات بين المجلس والشعب من خلال الخطاب السياسي المتزن للجمهور التي تتضمن رسائل لتوحيد الصف الجنوبي ونبدي الخلافات مؤكدا على همية وضرورة أن يكون المجلس الانتقالي قريبا من عامة الناس ومطلعا على متطلباتهم ومشاكلهم بهدف تقديم الدعم والتسهيل التي تلبي احتياجات الشعب الجنوبي اشتركوا في القناة